اهلا بكم انا طوني خليفي احييكم وننطلق في حلقة الليلة الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون كتب تغريدتين عن الحرب مع اسرائيل اثارتا جدلا كبيرا لما فيهما من رسائل يعتقد البعض انها موجهة لحزب الله عون يرى ان لبنان ليس مضطرا للدفاع عن غزة فليس هناك معاهد الدفاع بين لبنان وغزة حسب ما ذكر وان الدخول في حرب مع اسرائيل بحجة استباق اعتداء اسرائيلي محتمل ليس في مصلحة لبنان وانما سيزيد الخطر على لبنان من بيروت الدكتور ناجي حايك نائب رئيس التيار الوطني الحر بلبنان هذا التيار طبعا المؤيد للرئيس السابق ميشيل عون دكتور حايك معنا مباشرة على الهوى مصل خير دكتور مصل خير للك ولكل المشاهدين قناة المشهد ولكل العالم العربي وللخليج بصورة خاصة دكتور ناجي الرئيس عون له فترة طويلة ما طلع عنه تصريحات او طلع عنه مواقف اليوم هذه التغريدة اثارت جدلا وكأنه يخاطب حزب الله ويدعوه الى تجنيب لبنان اي حرب مع اسرائيل تحت شعار الدفاع عن غزة او الحرب في غزة ما هي حقيقة هذه التغريدة وليش برأيك اليوم الرئيس عون كتب هذه التغريدة الكلام الكلام كان كتير واضح كلام فخامة الرئيس كان كتير واضح وكذلك كلام التيار الوطني الحر يلي حكاية من اول ما بلشت معركة غزة ولغاية اليوم واكمل الوزير جبران بسير نفس الكلام اليوم باسم التيار الوطني الحر ان التيار الوطني الحر هو ضد طرابط الجبهات والتيار الوطني الحر ضد فتح جبهة الجنوب لدعم غزة للأسباب الواضحة اول شيء مثل ما قال الجنرال عن ما فينا نقول اكتر من كلام وانه ما في معاهد الدفاع مشترك التيار الوطني الحر والشعب اللبناني هو مع القضية الفلسطينية ويدعم القضية الفلسطينية ويدعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير ويدعم حل الدولتين وبنفس الوقت التيار الوطني الحر ما ولا الشعب اللبناني على انه يفتح جبهة موازية من شان تخفيف الضغط عن غزة نحن برأينا انه هايدي الجبهة الموازية ما بتنفع بتجر الويلات على لبنان وبتجر لبنان للحرب وما بتساعد اهالي غزة بجميع الاحوال حتى لو كانت بتساعد اهالي غزة لبنان هو بلد ينوق تحت عبق كارثة مالية كتير كبيرة وهو ما عنده قدرة عسكرية انه يفتح حرب على اسرائيل هيدا المسئولية مثل ما قال فخامة الرئيس اذا كان فيه من مساند لجبهة غزة هيدا قرار بتاخده الجامعة العربية وساعتها اذا فيه من حرب تفتح جميع الجبهات العربية من جميع الجهات ضد اسرائيل بس انه يتفرد لبنان بهالشغلة هيدا منه مقبول ابدا وهيدا مش نحنا منريده اكيد نحنا ما منرضى طيب اسرائيل عملت حرب على لبنان نحنا اكيد نحنا بجميع الاحوال هي مصنفة عدو عنا اذا عملت حرب مع لبنان نحنا مندفع عن نفسنا بكل ما قطينا من قوة اين من قوة الجيش اللبناني ولا الشعب اللبناني ولا من قوة المقاومة بس انه نحنا نربط نفسنا بجبهة غزة نحنا مش راضين وهيدا شي مدر طيب حزب الله اليوم الجميع يعرف انه حليفكم وفي هناك تفاهم حزب الله ليس حليفنا كيف ليس حليفكم دكتور صارنا اعلنها كذا مرة بلسان الوزير بسيل وبلسان مجلس السياسي بالطيار الوطني الحر انه الطيار الوطني الحر حزب مستقل لا حليفة له نحن نتقاطع مع كل مكونات المجتمع اللبناني والمكونات السياسية من شان نحن من شان لما في خير لبنان يعني اذا حزب الله بيعمل شغلة نيحة لما في مصلحة لبنان نحن نقاطعه والمقلب الاخر اذا قوات اللبنانية عملت شغلة نيحة نعم دكتور حايق انه اذا حزب الله يأتي بالرئيس عون رئيسا للجمهورية هو حليفكم ولكن اذا حزب الله لم يلبي طلبات النائب جبران بيسيل للرئاسة لرئاسة الجمهورية فهو منه حليفكم هل هي هايدي المعادلة حزب الله لحظة لحظة لا مش المعادلة هايدي خطأ حزب الله لم يأتي بالعماد عون رئيسا للجمهورية الذي أتى بالعماد عون رئيسا بالجمهورية هو فائد شعبيته المسيحية وتمثيله الوطني الكبير وبدك ما تنسى انه العماد عون عمل رئيس جمهورية لما نعمل اتفاق مع راب مع القوات اللبنانية لما صار فيه تفاهم مع المكونات السنية نعم ولكن انت تعلم تماما رئيس الجمهورية صار باجماع وطني كبير طيب ببتر حيك بس انت تعلم جميع وطن عماد عون مش مكرومة من حدا هي من ضمن احترام تمثيل الشارع المسيح ولكن انت تعلم جيدا انه لو كان هناك فيتو من حزب الله على مجيء العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية ما كان مثل ما هلا عم بيصير كانت بيقى مركز الرئيس شي غير لكنوا اتفقوا على حدا اوكي انا ما عم بقول لا بس انا عم بقولك انه هني مش هني قاتوا به رئيسا انا عم بقولك انه هني اجوا قالوا انه صحيح هذا الشخص يمثل المسيحيين ولذلك من واجباتنا احنا احتراما للشراكة بالوطن اننا ننتخبه وهيك صار في شي اهم اليوم في شي اهم اليوم صار فضل اليوم في شي مهم صار في فيديو تم نقله عن قناة اسرائيلية بيحطوا في خريطة لانه حزب الله نصف ترسانتو العسكرية موجودة بمناطق جبايل اللي هي بلدك ايضا وكسروان وعملوا خريطة رسموا فيها الخنادق والممرات والاماكن اللي موجودة فيها الترساني العسكرية لحزب الله وطبعا هني نشروا هذه الخريطة من باب التحريض الطائفي يعني كي يقولوا للرأي العام اللبناني تفضلوا حزب الله عم بيحط أسلحته بالمناطق المسيحية والسنية كي يقصفها الإسرائيليون ومش بالمناطق الشعية اعتقد انه هذا هو الهدف من هيدا الفيديو هو التحريض ولكن ماذا لو كان هذا صحيحا وبالفعل كل هذه السنوات اللي كنتوا انتوا خلفاء مع حزب الله كان يحزب الله يعني يخزن كل تلك الترسانة في مناطقكم دون علمكم أول شي أنا ما بيخد على محمل الجد كل اللي بيحطه بتحطه الإزاعات الإسرائيلية لأنه أكترية الوقت بيكون في بث وتحريض نعم وأنا حسب معلوماتي ما بعرف ما عندي شي مؤكد بس انه الترسانة عسكرية على الكبر ما بيقدر تتخزن بمناطق مثل جبال وكسروان بدون ما يبين للعيان أنه حزب الله عبينقل على الكم الكبير من الصواريخ وإذا بتتهمنا أنه نحنا كنا عم نغطي عنه في فرقاء سياسيين كانوا موجودين وبعدهم موجودين بالمنطقة وليش ما قالوا أنه في إليات عم تنقل زخائر كبيرة ولا صواريخ كبيرة بالحقيقة أنا ما بعرف ما عندي أي معلومة بس الإسرائيليين دايما بيحرضوا ودايما بيركبوا أشياء مثل هايدي بقى ما عندي تعليق أكتر من هك على هذا الموضوع أنا بدي أتشكرك دكتور ناجي على هذه المداخلة وعلى هذا التوضيح وللقراءة طبعا للتغريدة التي أثارت جدل بعض الظهر اليوم والتي صدرت عن رئيس الجمهورية اللبنانية السابق الجنرال ميشيل عون شكرا لك دكتور ناجي حايك نائب رئيس التيار الوطني شكرا لك هذه ليس تغريدة هو عمل مؤتمر صحف كان عنده حلقة تليفزيونية مبارح وحكي كل شي بالتفصيل هذه ليس تغريدة هذه تغريدة نقل عن المؤتمر عن الحلقة التليفزيونية اللي كانت موجودة مبارح وبيقدروا يلاقوا الناس كل مرحلة نعم ولكن نحنا نحنا وصلت لألنا عبر تغريدة من على حسابه الخاص مثل ما بنشوف على الشاشة يبدو هذا كان يعني تفصيل للمؤتمر وللقاء الصحافة اللي كان عاملوا الرئيس عون فتم نقله على صفحته الخاصة على X على منصة X شكرا لإلك دكتور حايق شكرا للمدخلتك شكرا للمدخلتك